فوز صغير لأسود الأطلس على أنغولا كرة جميلة ونجاعة غائبة فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأنغولي بهدف دون رد ضمن المباراة الودية التي جرت مساء الجمع على أرضية ملعب أدرار بأكاديرا مع بداية الشوط الأول سيطر المنتخب الوطني المغربي على مجريات المباراة بحثا عن هدف مبكر في شباك أنغولا وحاول الأسود عبر العديد من الهجمات التي قادها الوافد الجديد إبراهيم دياز الوصول إلى الشباك الأنغولي إلا أن التكتل الدفاعي حال دون ذلك في الدقائق الأولى من اللقاء ولم يقف المنتخب الأنغولي مكتوف الأيدي بل شن هجمات مرتدة لم تقلق حارس المرمى المغربي ياسين بونو وبقي الحال كما هو عليه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي صفر إلى صفر بين المنتخبين المغربي والأنغولي مع بداية الشوط الثاني ضغط الأسود على معترك منتخب أنغولا بغية تدوين هدف مبكر يسهل المأمورية في باقي أطوار اللقاء وبعد محاولات حثيثة نجح المنتخب المغربي في الوصول إلى شباك أنغولا في الدقيقة 72 عبر نيران صديقة بعدما سجل المدافع دافيد كارمو ضد مرمه ولم يفلح الطرفان في تسجيل هدف آخر لتنتهي المباراة بفوز الأسود على أنغولا بهدف دون رد تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغريبي سيواجه في مباراة ودية ثانية نظيره الموريتانية الثلاثاء المقبلة على أرضية ملعب أدرار بأكاديرا